ردت زينب فياض بنت الفنان اللبنانية هيفا وهبة على صبية تهمتها باستغلال شهرة أمة ليصير عند عدد كبير من المتابعين وتجزو بالناس لأخبارها وكتبت لولا أميك ما كان حدا سمع فيك فضغري قالت لها زينب تبقى أمة ما استخدمت شي من أميك وكانت زينب نشرت قبل أيام قليلة فيديو إلي على صفحتها الخاصة مع بنتها هنوا عم بيسمعوا ويغنوا غنية توتا لهيفا وهالشي أثار الجدل بين المتابعين يلي توقعوا أنه العلاقة بين الأم وبنتها تحسنت بالفترة الأخيرة تعرض الفنان لمصر محمد رمضان لموقف محرج بأحد المهرجانات بدوباي ووقع على المسرح هو وطالع يستلم الجايزة يلي حصل عليها وضغري انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وكترة التعليقات فالبعض سخر من محمد أما البعض الآخر تعاطف معه ورد الفنان على يلي صار ونشر المقطع يلي بيين فيه هو وعم بيوقع وعلق ثقة في الله ما بيوقع إلا الشاطر رفع جمهور فريق الوحدة السورية افطاد ضخمة مكتوب عليها عبارات بأولى الممثل السوري تايم حسن بشخصية جبل شيخ الجبل بمسلسل هيبرد وهالشي بأكد النجومية الاستثنائية يلي حققها تايم بهالعمل وقدي صارت شخصية جبل عندها تأثير كبير على الجمهور من جهته عبر تايم عن ساعاته بردود الأفعال الإيجابية يلي وصلت للجمهور وعلق المحبة والنجاح بصورة الحمد الله فرحة كبيرة الليلة وفرحة أسرة مسلسل هيبرد كمان تحية كبيرة للفريقين الكبار وجمهور الفريقين الكبير الوحدة وتشرين الله يحميك سوريا انطلق تصوير مسلسل قارئة الفنجان ببيروت من بطولة الفنان المصري أحمد فهمي والممثل اللبناني باسم مغنية والممثل اللبنانية ورد الخال والعمل من إنتاج شركة إيجل فيلمز مسلسل بيتألف من عشر حلقات وهو قصة مشوئة وغريبة من نوعه بحسب معارف موقع الفن وهيدي أول مرة بيجتمع أحمد فهمي مع باسم وورد ببطولة عمل دراما بينما كان باسم وورد اجتمعه بأكتر من عمل جدل كبير صار بالساعات الماضية من بعد ما محط الفنان اللبنانية نوال الزغبي معايدتها للفنان اللبناني عاصل حليني لأنه مرد عليها مع أنه رد على نجوم كتار غيرها ويمكن هيدا يلي يزعج نوال بس رجع عاصي انتبه للمعايدة ونشر صورة للتغريدة يلي حزفتها نوال وعلق حبيبة قلبي نوال الغالية الله يحفظك ويديم عليك الصحة والسعادة والنجومية انتشرت صور للممثل المصرية ايمي سالم مع الفنان المصري عمرو دياب على مواقع التواصل الاجتماعي وتفسرت هالسور احتمال وجود علاقة عاطفية بينتهم خصوصا أنه هي إلى فترة مختفية أما هو فانتشرت أخبار عن انفصاله عن دينا الشربيني وردت ايمي بطريقة غير مباشرة على هالأخبار ونشرت صور إليه وعلقت الصمت أعلى بأبعاده الخاصة كانت معكم بموجز الفن ماري لورت سمعان لمعرفة كيفة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليصلكم كل جديد